السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابع قناة تعلم لتحتري فسد الله وأوقاتك بكل خير رحب بك في هذا الفيديو الجديد فيديو اليوم بإذن الله تعالى سأريك شيء جديد ربما القليل من يعرفه وهو كيفية الكتابة أو كتابة تعليق في اليوتيوب بخطوط مختلفة أي أنك بإمكانك كتابة تعليق مثلا بالخط العريض كذلك بخط مائل أو يعني كما ستشاهد معي الآن إذن أمر مبساطا لشرح فالنفتريد أنني مثلا شاهدت هذا الفيديو وأريد يعني أن نضع تحته يعني التعليق فالتعليق بالطبع للحال فأنثق هذا التعليق مثلا أريد أن أكتب هذا التعليق فبطبع للحال تكتب تعليق وتقوم بنشره بشكل عادي كما جاري به العمل اعتياديا لكن الشيء أو الإضافة التي سأشرحها اليوم أنك بإمكانك أو كان بإمكانك مثلا كتابة هذا التعليق بخط عريض وكيف ذلك سأكتب مثلا التعليق على هذا الشكل وبعد ذلك أضع هنا نجمة وفي جال مقابلة نجمة أخرى والآن أقوم بنشر التعليق كما ستلاحظ معي الآن هنا أصبحت هذه الجملة بالخط العريض كذلك بإمكاني الكتابة هذا أو هذا التعليق بالخط المائل كيف ذلك هنا بإضافة يعني عارضة برقم 8 وفي جال مقابلة أضف عارضة أخرى وأقوم بنشرها ستلاحظ معي أن الكتابة أصبحت بخط يعني مائل يعني مقارنة مع الكتابة الأولى أيضا يمكنني أن أكتب هذا التعليق بكتابة مائلة وفي نفس الوقت تكون بخط عريض كيف ذلك سأقوم بوضع تعليق الذي أريد كتابته وبعد ذلك أقوم بوضع هنا عارضة في هذا الجانب وعارضة أخرى في الجانب المقابل كذلك أضيف هنا نجمة وفي المقابل أضيف نجمة أخرى في الجهة الأخرى وأقوم بنشر التعليق تلاحظ معي أنه أصبح مائل وفي نفس الوقت بخط عارض كذلك كتابة أخرى يمكنك كتابتها بهذا الشكل وهو كتابة هذا التعليق وإضافة هنا عارضة بالرقم 6 هذه المرة ليس الرقم 8 كما كان في السابق وأضع هنا عارضة أخرى في الجهة المقابلة بالرقم 6 أقول وبعد ذلك أقوم بنشرها ستلاحظ معي أنه خط كامل فوق الكتابة بهذا الشكل ويمكن كذلك نفس الشيء مثلا أضع هنا عارضة أخرى برقم 6 كذلك وفي المجهة المقابلة أيضا برقم 6 وأضع هنا نجمة في هذا المكان ونجمة في الجهة المقابلة ستلاحظ معي أنها أصبحت بالخط العريض مقارنة مع الأولى كذلك أمر آخر ممكن أو يمكنك القيام به وهو كتابة تعليق على هذا الشكل وفقط كتابة مثلا هل أنتم يعني هذه الكلمتين فقط كنت تريد كتابتهم مثلا بالخط العريض فبإمكانك وضع نجمة هنا ونجمة في الجهة المقابلة ستلاحظ معي الآن سأقوم بنشرها لكي تلاحظ الفرق ستلاحظ معي أن هتين الكلمتين فقط هما من أصبح بالخط العريض إذن شيء جميل جدا ربما كما قلت سابقا فالقليل من يعرف هذه الحيل وهذه الطريقة للكتابة بخطوط مختلفة على اليوتيوب يعني في التعليقات إن أعجبك الصرح اليوم لا تنسى الضغط على الزر لايك وكذلك الضغط على الزر اشتراك لكي تنضم إلى أذيذ من 850 مشترك كذلك يمكنك تجريب هذا الشرح الذي سرحته الآن بكتابة تعليقات تحت هذا الفيديو إذن إلى فيديو جديد بإذن الله إلى اللقاء